في الجزائر خرجت مسيرات جديدة للطلبة للأسبوع السادس والثلاثين شارك فيها مواطنون من مختلف الفئات رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل وطالبوا بالإطاحة بجميع رموز النظام بتفليقة كشرط لإجراء الانتخابات كما جدد المحتجون أيضا مطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك ورفع ما وصفوه بتضييق على الإعلام والقضاء وتستمر مسيرات الطلبة فيما جددت النقابات العملية المستقلة دعمها لمطالب الحراك الشعبي وأيضا استمر إدراب القضاء على خلفية مطالب مهنية مع المطالبة أيضا باستقلال القضاء